بنبدأ بنبدأ بالأهلي بما يبدأ بستة أهداف يعني الستة أهداف ما تعبرتش عن المباراة برضي يعني شايف الأداء كده يصالح الجمهور بعد ما كانوا زعلينينا النتيجة مرضية للجمهور لكن الأداء مازال بعيد طبعاً احنا في بداية موسم وده تلاحظوا في كل الفرق باستثناء الزمالك الزمالك هي اللي مسك نفسها على اعتبار النواي واخدى الحيطة بقالها فترة والرجل شغال عليهم بشكل مباشر فعشان جدا الزمالك خلص مهمته بدري وبنتيجة مرضية برضو أربعة وكسبان هناك فنتيجة بالنسبة له أكثر من رائعة الأهلي برضو نتيجة أكثر من رائعة لكن المستوى غير مرضي على اعتبار أن احنا في بداية المشوار مستوى يمكن في الشروط الأولاني ما كانش عاجب الناس لكن في الشروط الثاني اللعب اختلف ما هو اللعب اختلف لأن النتيجة اختلفت نتيجة اختلفت فخلاص الموضوع فتح بقى يعني بتاخد شكل تاني مستوى الأداء هو اللي الناس قلقاني منه حتى في باقي الفرق الأخرى لأن الموسم لسه مبدأش فبالتالي هما بدأوا الموسم بدري بأفريقيا الموسم المحلي هيبدأ يوم 25 من بكرة إن شاء الله فأمر طبيعي جدا إن الفرق كلها عندها حالة من عدم حساسية الملعب المبكر خصوصا الاحتكاك أفريقي أيا كانت دور الـ 32 فالفرق الأفريقية قوية يعني حتى لو بتشارك لأول مرة أو ملهاش رصيد في القرى الأفريقية من النتائج الكويسة لكن بتعمل مشات كويسة وعندها حتك قوي وعندها لعيبة كويسة هما أخذوا الأمور بجدية وإحنا أخذنا الأمور بثقة أكتر على الاعتبار إن إحنا أبطال قرى وأبطال أفريقيا بشكل دائم فبالتالي طولت توقيت الأهداف وطول إن الأداء ما كانش مرضي أو مقنع للناس بشكل كبير جدا حتى إن جمهورنا الأهلي نفسه قال يا جماعة إحنا مش عايزين مسيماني يعني كده بنبعد بقلنا سترة ونسمع من جمهور نادي الأهلي إن هما بيقولوا فعلا إحنا مش محتاجين مسيماني خلال الفترة اللي جاية لإنه الأداء معاه مش أفضل حاجة وعمت عارفين جمهور نادي الأهلي طبعا بيضار على الأداء والنتيجة في نفس الوقت مبارح الأداء زي ما حضرتك قلت ما كانش أفضل حاجة لكن الأهداف كان فيها أفكار يعني الأهداف نفسها برضو يعني ما كانتش أهداف عادية هل ده مؤشر لأن نادي الأهلي راجع مثلا؟ هي طبيعة الجمل ديت إنت عشان بتبقى متعود عليها في التمرين الجمل اللي ما بتحصل في الملعب في الماتش إبقى أنت بتطبقها في التمرين فده اللي بيخلي شكلها حلو في الرسمي فأمر طبيعي إنه هما بيلعبوا عليها في التمرين بشكل كتير فحفظوها فطبقوها بيسر طب ما ده معنى أنه مسيماني شغال ده معنى أنه شغال أنا مش مختلف في فف ده لكن الطمأنينة غابت عن جمهور طب محسام البدري ما كانش خسر ماتش لكن الطمأنينة مش موجودة